عَا'َلْبَلَدِي الْبَلَدِي الْبَلَدِي عُمْرِي يا عمري عَا'لْبَلَدِي وَعَلَبِي الْبَأَلِدِي وَلَمِي يتنقل صورة صحيح حلى صورة عَالْبَلَدِي عَالْبَلَدِي عَا'لْبَلَدِي بكل شارع بدار الأمر في قصة وحكاية وأكيد لما تزوروا هالبلد الحلوة لازم تكونوا عم تمرقوا بشوارعها المرصوفة وتتعرفوا على بيوتها الأثرية والأديمة وأجمل المناظر هلأ هاي دي هون نحن بقلعة موسى هاي القلعة موسى هي اللي نحن شغلناها أنا وياه كنا ايد ايد أنا وياه وصفا من أهم مشاريع السياحية بلبنان محل ما هلأ نحن هاي دا كيف عايشوا جدودنا قديم حياة لبنانية اللي مثلا السكف الحداد الفخار مونيكي الخياطة اللي عبتغضوا للسوق يعني كل شي اللي مرأ بلبنان قديم كله موجود بهالصالة هاي من أصر موسى كملنا على كاتدرائية النبي إليا للروم الملكيين الكاتوليك بدير الأمر كترانيتنا بدير الأمر هي من الكنوز المخبية ودائمة الاستكشاف ومخاصة في حجر أبو زناريا اللي معروف فيها خصوصية دير الأمر الهندسية لأنه ما ألعب من دير الأمر في عنا شخصية كتير مهمة أبونا بشارة أبو مراد هذا الكاهن عاش فيه هذه الكنيسة بالذات من سنة 1891 لسنة 1922 كل هالفترة إجمى بعد مجزر الـ 860 وعاصر حرب الـ 1914 في كل مرارة وتألق في كهنوته الخدمي وبرك كبيرة لأننا كلنا سواء لدي الأمر نحن شباب الصباية دير الأمر همنا تضوية على السياحة الترسية والداخلية بدير الأمر في عنا أكتر من 36 معلم سياحة أسار تاريخها كمير في عنا الغولف قار نحن صنعنا هالأ تقريبا عم نعمل جزر لكل العالم تحب تعمل بارمات باقل في دير الأمر أو فيه نستاجهوا كميرا نحن في عنا سياحة حلوة كتير حتى الأسر موسى منه بعيد عنا وغير هيك في هايكينغ وتريلز تمنا هايكينغ من هون أكبر حام يلعبوا حيضا أنا جايين من برازينا جاي لشوف الأهلي والستي والجميع كله باللبنان سبحان الله بنشوف اللبنان أجمل بلد بالعالم دير الأمر ملياني تاريخ وأثار والسياحة الدينية فيها ما في إلاماتي اشتركوا في القناة